معنا اليوم الدكتور علي إبراهيم حياك الله دكتور علي باحث في شؤون القدس والأقصى ومتخصص في التاريخ باحث أول في مؤسسة القدس الدولية وكاتب في عدد من المجلات والمواقع الإلكترونية شارك في العديد وفي إعداد عشرات الكتب والتقارير حول واقع القدس والأقصى وصدر له عدد كبير من الدراسات والأوراق البحثية وهو أحد معدي تقرير عين على الأقصى أهلا وسهلا دكتور أهلاكم الله تعالى أدتنا اليوم أثواتنا والحضور جميعا حول القدس والأقصى في ظل الطوفان وحول ارتفاع وثيرة هذه الاقتحامات والتدنيس للمسجد الأقصى المبارك حول دعوات الجمعيات الصهيونية بتسريع إقامة الهيكل المزعوم دكتور علي ما القادم؟ ما المتوقع؟ هل من سيطرة للمستوطنين على المسجد الأقصى؟ هل هناك هيكل سيقام؟ لا سمح الله فلسطين والضفة والداخل ما مصير كل هذه الساحات بعد عام من الطوفان؟ كيف تماهت هذه الساحات مع الطوفان؟ وهل من مخرجات للعمليات الفدائية الأخيرة وأثرها في المعركة؟ تفضل دكتور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا على هذا التقديم الطافي وشكرا لحريات الأقصى على الدعوة الكريمة وعلى التنظيم لغة الأمر نحن بحاجة في هذه المرألة الملقة التي تتوسع فيها المعركة وتدخل أطوار جديدة نتابع دخول المعركة إلى لبنان ما يجري حاليا على جبهات سورية أيضا الحديث عن توسعها إقليمين وغير ذلك ولكن نحن دائما بحاجة أن نعيد المعركة بحقيقة الأمر إلى أصلها الأول وإلى أس انطلاقتها وإلى عنوانها الأساسي ألا وهو المسجد الأقصى المبارك نعم لم تكن المقامة الفلسطينية بعيدة أو غائبة أو سمت المعركة هذه تسمي عطباطية بل بحقيقة الأمر عنوان طفال الأقصى هو العنوان المركزي والرئيسي والذي ما زال قدت هذه اللحظة نستطيع أن تحدث عنه كثيرا في ظل الحكومة الصهيونية الحالية وهذه الحكومة التي منذ أن تسلمت زمام السلطة الإسرائيلية بدأت بالعمل حقيقة الأمر غلاء إنهاء كل الملفات هذه الحكومة هي التي راعت التطورات المتسارعة في حسن هوية المسجد الأقصى المبارك في محاولة تحقيق الإحلال الديني بشكل كامل ونهائي هذه الحكومة أبرز وزرائها هم الذين يقودون اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وهم الذين يقرضون ويدنسون وهم الذين يتواعدون ببناء كنيس إسرائيل على غير الصلاحات وزير الأمن القومي إتمار بن كفير الأخيرة بلغة الأمر الاحتلال منذ الثامن الأكتوبر عرف بأن أهمية هذه المعركة وبأنها معركة بلبها انطلقت لأجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك فمنذ الثامن الأكتوبر في اليوم التالي للمعركة لم يوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك على رغم أن هذه المعركة مهمة وخطيرة وكان لها آثار كبيرة جدا على قدرة الاحتلال على الرضع على صورته على مجموعة من أدبياته التي راكمها منذ الثامن والهربعين خطة يومنا هذا على رغم من ذلك الذي قرار استراتيجي الاحتلال أن لا يوقف الاقتحامات برد عملي ومباشر على المقاومة الفلسطينية بأنه سيمضي باقتحام المسجد الأقصى المبارك لذلك الاحتلال منذ ثامن أكتوبر يفرض قيود مشددة أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك وفي أزئقة البلد القديمة هذه القيود تحاول أو حاولت في الفترة الأولى بعد الطفان مباشرة أن تقول المسجد الأقصى المبارك من مسجد الجامع لكل الفلسطينيين القادرين على الوصول إلى الأقصى إلى مسجد البلد القديمة فقط طبعا كان هذا الهدف في تمحور حول تقليل أعداد المصلين تقليل أعداد القادرين على الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وانعكاس هذه الإجراءات على حجم المصلين أعدادهم كثافة الحضور الإسلامي وغيرها نعرف بأن في المسجد الأقصى المبارك نحن كفتي ميزان الكفة الإسلامية والكفة الإحلالية كلما كانت كفة الميزان الإسلامي أكبر كلما كان عدد الحضور المسلمين المرابطين أكبر في المسجد الأقصى المبارك كلما كانت مهمة الاحتلال أصعب كلما كان عدد المستوطين الذين يستطيعون أن يقوموا باقتنحام الأقصى ويؤدوا تقوصهم العلنية أيضا أصعب وأصعب لذلك هذه القيود المختلفة عمل الاحتلال على فرضها منذ الثامن الأكتوبر بل في صبر كما نحن في حمأة الأخبار التي كانت تجريحينها وإطلاق الاحتلال هذه الهجمة المروضة البدوانية البشعة التي لا أظن أن نستطيع أن نوصفها بكلمات في معجمنا الحالي وهذا القتل الذي لم يتوقف ذو العالم كامل هذا الخبر لم يمر كثيرا علينا ولكن إذا كان خبر لافة جدا في صبيحة الثامن من أكتوبر في اليوم تل المعركة الاحتلال قام بشم حملة اعتقالات وتفتيش مهين لحراس المسجد الأخصى المبارك ولموظفي الأوقاف ولكل من اقترب من المسجد الأخصى المبارك حينها بل حتى أنه فتش حارسات المسجد الأخصى المبارك طبعا تتيجة الإخبار حينها وهذا تغطية ضخمة المرة للخبر مرور الكرام أو على الأقل تغطية لم يكن يعني معهوفا جدا وهذا يعطينا صورة عن إرادة هذا المحتل الغاشر أيضا الاحتلال بعد ما يعني طبق هذه الاستراتيجية أو طبق هذه القيود المختلفة لتقليل أعداد المصلين بشكل عام في المسجد الأخصى المبارك عمل على تقليل أعداد المصلين في يوم الجمعة بشكل خاص وشهدنا في أيام الجمعة المتتالية منذ السابع من أكتوبر الجمعة الأولى ما بعد السابع من أكتوبر حتى الجمعة الأولى قبل شهر رمضان المبارك كانت هذه الجمعة محطات لتقليل أعداد المصلين في الأخصى وصلت إلى نحن نعرف أن متوسط أعداد المصلين في الأخصى يوم الجمعة كانت تتراوح من بين الخمسين إلى سبعين ألف سنة المتوسط بشكل عام وتتصاعد أعداد المصلين في أيام أو في الجمعة خارج يعني في المناسبات يعني على سبيل المثال في شهر رمضان المبارك أو غيرها الاحتلال ضغط بشكل كبير جدا يتراجع أعداد المصلين في الأخصى ووصل في بعض هذه الجمعة إلى أربعة ألاف ووصل في الجمعة الثامنة بعد العدوان على قطاع فزة إلى ثلاثة ألاف خمسمائة مصل وهو الرقم الأقل إن استثنين فترة كورونا فقط وهذا أيضا كان مؤشر خطير جدا لدرجة أن الاحتلال كان لأول مرة قلال هذه الأشهر الماضية كان يدخل يدخل جنوده إلى ساحات المسجد الأخصى المبارك قلال صلاة الجمعة وهذا اعتداء لم يكن يجري سادقا وهذا أيضا يعطينا مؤشر على تحول دور شرطة الاحتلال من ضبط المستوطنين وضبط اقتحاماتهم ومرافقتهم فقط إلى المتحكم الفعل في كل شؤون المسجد الأخصى المبارك وهذا أيضا له نماذج كثيرة سنمر على إن شاء الله على بعضها بعد قليل بالمحصلة في البداية لم يكن هناك استجابة كبيرة لاقتحامات للمسجد الأخصى المبارك في الشهر الذي سبق يعني في الأيام القليلة التي سبقت طوفان الأقصى في عيد العرش نحن الآن في هذه الأيام نعيش موسم عياد جديد موسم عيد العبرية الحالي ونحن نرتقي بعيد العرش بحقيقة الأمر القادم عيد العرش الماضي قبل طوفان الأقصى قبل السابع من الأكتوبر في يوم واحد في السادس من الأكتوبر انتهى عدد المقتحمي الأقصى حينها كان خمسة ألاف وثانمائة مقتحم وكان عددا لا في لدرجة أنه في يوم واحد اقتحم الأقصى ألف وأربعمائة مقتحم المعركة هذه استرقى كبير جدا على عدد المقتحمي عدد المقتحمي لمسجد الأقصى المبارك فتراجع عدد المقتحمي تخيلوا من تقريبا سبعة ألاف وثانمائة في شهر تشهد الأول أكتوبر هو الذي شهد طوفان الأقصى وكان فيه يعيد العرش العبري بطبيعة الحال فراجع مباشرة إلى نحو ألفين وستمائة مقتحم وهذا أيضا استمر بهذا الشكل حتى جاء عيد الفطح العبري وهنا بدأ الاحتلال يلملم شؤونه ويعيد نفخ الروح في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك بعد أن تراجع بشكل كبير جدا خلال هذه الأشهر يعني تشرين الأول نوفمبر كانت الأول ديسمبر ثم شباط فورا أذار وصولا إلى شهر نسان أبريل هو الذي أعاته الاحتلال مع عيد الفطح العبري وتعرفون مجرحينها من ملعوات متكررة لتقديم القرابين الحيوانية وتصعيد أعداد مقتحمي المسجد الأقصى المبارك في المحصلة بلغ عدد مقتحمي الأقصى في ظل الطفال خمسين ألف مقتحم وهذا رقم خطير جدا لماذا؟ لأن رقم اقتحامات عام ٢٢٣ تقريبا خمسين ألف مقتحم وهذا يعطينا صورة بأن الاحتلال على الرغم هذا أيضا يعيدني إلى بداية هذه الكلمة بأن مشروع إنهاء وتصفية هوية للمسجد الأقصى المبارك ليس مشروعا هامشين لدى هذه الحكومة الحالية بل هو مشروع مركزي وأساسي لذلك على مرغم كل المعركة التي يخضها الاحتلال والتي بدأت تقريبا عام كامل في قطاع غزة ثم انتقلت الآن إلى لبنان الاحتلال استطاع أن يعيد إحياء الاقتحامات وأن يعيدها إلى ما جرت قبل طفان الأقصى بتحقيق أرقام كبيرة جدا لدرجة أنه في شهر آب أغسطس الماضي بلغ على المقتحم الأقصى من 7900 مقتحم بشكل مشاهد كبير جدا لما جرى في تشرين أول ما قبل طفان الأقصى بعيدا عن موضوع الأرقام أيضا من الأمور التي ظهرت جليا في الأشهر الماضي وهذا أيضا يعطينا صورة عن التوجه الخالي للحكومة الإسرائيلية والمنظمات المعبد المتطرفة المرتبطة بها نعرف بأن هناك مسار أساسي لدى هذه المنظمات المتطرفة المعنون بالتأسيس للمعنى ولمعبد لمن لا يعرف هذه الغبارة أو هذا المستوطنون هو أن يتصرف المستوطنون داخل المسجد الأقصى المبارك وكأن المعبد المزعوم قد أقيم وتنقسم هذه التصرفات أو هذه التقوص وهذه الصلوات ما بين الصلوات العادية التي يقوم بها المستوطنون عامة ويؤدونها داخل المسجد الأقصى المبارك وما بين الصلوات والتقوص الخاصة بالمعبد المزعوم التي تؤدى بطريقة معينة ضمن ما يسمى المعبد المزعوم وهذه استراتيجية الاحتلال عمل عليها كثيراً في السنوات الماضية منذ عام 2019 بحقيقة الأمر ولكن في الأشهر الماضية خاصة منذ نيسان إبريل إلى الحق فيها قفزات مرعبة لدرجة أنه لأول مرة يدكل أدوات الصلاة على غرار شهر طاليد أو تنميمة التفلين أو غيرها من أدوات مختلفة إلى داخل المسجد الأقصى المبارك بل نحن تابعنا منذ فترة بسيطة عندما اقتحب مستوطنين المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة الجمعة وقاموا بالنفخ بالبوق هذا أيضاً تطور خطير جداً ويعطينا صورة بأن هذه المنظمات بما لديها الآن من ظهير أمني مدعوم من قبل وزير الأمن القومي من قبل هذه الحكومة اليمينية المتضرفة تجد الوقت سانح للمضي قدماً بهذه يعني الاعتداءات المختلفة أيضاً حول هذه الطقوس منذ ذكرى خراب المعبد في 13 ثمانية الماضي تعرفون ذكرى خراب المعبد كانت ذكر أيضاً محطة مهمة من الصلية منذ ذلك الوقت حتى اليوم أصبحت الطقوس اليهودية العالمية التي تؤدى في المسجد الأقصى المبارك تؤدى جماعياً وبحماية عناصر الاحتلال الأمني طيب ما الجديد هنا؟ الجديد بأن تكريس أداء هذه الطقوس بعيداً عن أي منغصات طبعاً من المزوجين أي وجود إسلامي ذاكاً للمسجد الأقصى المبارك وهذا أيضاً له دلالة كبيرة جداً على قضية الهوية هوية المكان هوية هذا المسجد وما يمكن أن يتم في قابل الأيام هل الاحتلال سيمضي قدومة سنتحدث عنه إن شاء الله قبل أن نتحدث عن موضوع الداخل والضفة الغربية أيضاً في قضية المسجد الأقصى المبارك وهذه ربما تعطينا تصورات حول مأللات الواقع في الأقصى في الفترة القادمة بن جفير في 17 أربعة تحدث عن تغيير الوضع القائم هذا كان كلام خطير جداً لأنه يتحدث في فترة حينها بأن قضية صلاة المستوطنين لم تعمل قضية مطروحة بل أصبح هناك مناصفة أو مشاطرة لقضية الصلاة أو ما يسمى عقية اليهود في الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك على الرغم من ذلك كان الخطير جداً أنه منذ فترة بسيطة خلال مقابلة لوزير الأمن القوم بن جفير صرح خلالها أو سؤل خلالها هل لديك مشكلة ببناء معبد أو كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك فقال أنا أراقب بذلك جداً طبعاً هناك اختلاف في موضوع الترجمة ولكن معين عن ذلك السلوك العاملي لإتمار بن كفير والسلوك العاملي للمظامات المعبد تؤكد بأنه سيمضي قدماً في هذا المسار من خلال اقتطاع أجزاء من المسجد الأقصى المبارك وبطبيعة الحال هي الأجزاء أو الساحات الشرقية من المسجد بما فيها مصلى باب الرحمة وبالتوازي مع ذلك الاحتلال ماذا يعمل؟ يعمل على سحان المصلى باب الرحمة وعلى إفراغ محتوياته بشكل متكرر طبعاً على الرغم من الحضور الإسلامي اللي فيه وعلى تغييرات ناكن بنية الشرطة الإسرائيلية بكثيرها كان تعين قائد لواء الشرطة الإسرائيلية أو قائد لواء القدس وهو كان الضابط المسؤول على تسيير شؤون الصلاوات اليهودية العلانية داخل المسجد الأقصى المبارك وهذا أيضاً يعطينا صورة من قضية الأقصى في الفترة القادمة قضية مكورية جداً إن من خلال أهمية وضرورة قدور الإسلام الكثيف في ساحات المسجد الأقصى المبارك لأن أرقلت هذه المخططات إن من خلال اقتطاع لقدر الله إزاء من الأقصى أو بناء كنيس أو معبد مزعوم أو جزء من المعبد على الأقل تقدير في المدى المنظور أو في المقابل على نوعية وطريقة وأداء التقوص اليهودية العلانية داخل ساحات الأقصى الشرطية وهذا سلوك لدى الاحتلال لن يكون سلوكاً مرهوناً بفترة زمنية يعني آنية أي أنه لن يكون مرتبطاً فقط بموضوع الأعياد اليهودية القالية أو بما سيأتي لاحقاً بل هو مرتبط باستراتيجية واضحة على هذا أذرع الاحتلال المختلفة لتحقيق هذا القضور اليهودي الكامل والدائم داخل المسجد الأقصى المبارك هنا أخيلكم إلى أمر ما أعتولي إتمار بن كفير لسدة وزارة الأمن القومي إتمار بن كفير عندما تولى وزارة الأمن القومي وكانت قبل الوزارة الداخلية ثم غير اسمها منظمات المعبد أرسلت له رسالة هذه الرسالة ضمن مجموعة من البنود من بينها تمديد أوقات الاقتحام السماح بالاقتحام من الأقصى في المعياد اليهودية طيلة ساعات اليوم وغيرها من بنود من يأتي بهذه الرسالة التي أرسلت في بداية عام 2023 ويحاول أن يقرأ بنودها الآن يجد بأن كثير من هذه البنود أصبحت تطبق حالياً على أرض الواقع نعم لم تطبق كاملة ولكنها أصبحت أمراً واقعاً بكل أسر وهذا يعطينا صورة بأن هذه الرسالة هي أساسة من استراتيجية المنظمات المتطرفة في القادم الأيام إن من أي ثوسيع أوقات الاقتحام وهذا ما جرى يعني في شهر أيار الماضي شرط الاقتلال مددت أوقات الاقتحام على سبيل المثال 15 دقيقة في اليوم 15 دقيقة على أسبوع نحن نتحدث عن ساعة وربع في الشهر نحن نتحدث عن خمس ساعات خمس ساعات هذا يعني بأننا أمام عدد كبير جداً من يستطيع يقتحم المسجد الأقصى المبارك في وقت واحد أيضاً ما قامت به شرط الاحتلال في رمضان من تركيب أقفاص حديدية من تركيب برج تجسسي وهذا أيضاً كذا البرج مزود بكاميرات قديدة جميع تلك يعني الاعتداد أو التصرفات تدلل على أن الاحتلال قادم على طريقة جديدة أو طريقة أخرى لإدارة الواقع في المسجد الأقصى المبارك وخاصة بأنه لن يعتمد فقط على الشرطة التي تدير شؤون الأقصى بين المزوجين طبعاً بل أيضاً على الرقابة المزيد من الرقابة الأمنية بقول موضوع الشرطة أيضاً من الأمور اللافتة خلال الأشهر الماضية بأن الاحتلال لم يعد يقبل بدور الشرطة في أوقات معينة أو خارج للمسجد الأقصى المبارك فقط هذا أيضاً تتطور قطير جداً لدرجة أنه في بعض الأشهر ضابط من شرطة الاحتلال قبل صلاة المغرب كان يمر على أبواب الأقصى طبعاً على بعضها طبعاً ويترك البعض الآخر لدخول المصلين إلى المسجد ويمر في الرقابة الأقصى بإغلاق هذه الأبواب لا لشيء إلا ليفرض نفسه متحكمة بهذه الأبواب نحن في البداية تحدثنا عن القيود العمرية تحدثنا عن الإبعاد تحدثنا عن منع الناس من الصلاة تحدثنا عن تراجع لدى المصلين فمعندما نربط كل هذه المعطيات ببعضها البعض نصل إلى نتيجة بأن شرطة الاحتلال لم تعد فقط أداة أو مهمة وحماية المقتحمين وتنظيم شؤون الناس طبعاً أيضاً بين المزدوجين ولكن أصبح تدخل في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الأقصى ربما هو دائماً المركزية يأخذ القديث الأكبر ولكن أيضاً في القدس المحتلقة هناك تطورات كبيرة جداً إن من حيث البناء التهويدي هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التهويدية التي يستمر الاحتلال في بنائها ومن أبرزها مركز تهويدي جديد سيقام بتمويل من قد أفرياء المستوطنين له علاقة بدراسات حول المعبد المزعوم هذا أيضاً يوطينا صورة عن التبني العام لأجندات المعبد ومنظمات المعبد في البيئة الإسرائيلية العامة وليس فقط في البيئة القريبة من الحكومة الإسرائيلية القالية أيضاً كان لدينا كلان العام الماضي الإسرار على استمرار مسيرة الأعلام على الرغم من وجود حرب وعدوان وإمكانية إطلاق المقاومة لصواريق أو غير ذلك وعلى رغم من هذا تمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية أيضاً هناك مشروع جديد لإحياء الإرث اليهودي بين المزدوجين وهذا المشروع لم يصح الاحتلال عنه ولكن يتحدث المتخصصون بأنه يهدف إلى تنص كل ما له علاقة بهوية البلد القديمة هويتها الإسلامية المزارات المعالم العربية وغير ذلك وأن تصبح معالم يعني لا أقول مدجنة ممتوخة لا تحتفظ بأصالتها العربية والإسلامية ولكنها أيضاً تظهر هوية جديدة دقيلة بشكل أو بآخر طبعاً كان هناك أيضاً استمرار الاعتداءة عن المسيحيين على الكنائس المسيحية تضييق على احتفالات المسيحيين في القدس المحتلة وهذا أيضاً من الأمور التي لا يسلط عليه الضوء كثير على الرغم من أن المكون المسيحي مكون مضطهد خاصة المسيحيين الفلسطينيين نتخيل الآن الكنائس المسيحية في القدس المحتلة ربما هناك كنيسة وحيدة أو واحدة فقط على رأسها رجل دين مسيح عربي في المقابل كل الكنائس المسيحية في القدس المحتلة على رأسها يعني أجانب من اليونان أو من إيطاليا أو من فرنسا أو من روسيا وغيرها وهذا ما يضعف موقف في الكنائس المسيحية بشكل عام تجد ما يقوم به من فرض ضرائب الأرنونة أو من محاولة تضييق على المسيحيين واحتفالاتهم وغير ذلك يعني نتخيلوا أنه على الرغم من كل هذا التشدق الغربي بحماية الأقليات في المنطقة لم يكن هناك أي صوت غربي لدعم المسيحيين الفلسطينيين في مقابل الاضطهاد الذي يحصل لهم في القدس المحتلة في قطاع غزة إثيرا في موضوع القدس المحتلة قبل أن أتحدث عن موضوع الضفة كان هناك أيضا مسارين واضحين جدا وهو بشكل عام مسار الديموغرافي الاحتلال له هدف ساسي أن يعبث بديموغرافية القدس المحتلة أن يقلل أعداد الفلسطينيين في هذه المدينة نتيجة يعني تعرفون اليوم الزيادة طبيعية لاستكافة القدس المحتلة قدرة الفلسطينيين على الصمود والاستبات رفضهم للإغراءات الكبيرة جدا من حيث بيع الأراضي أو بيع المنازل وغيرها الاحتلال كان يضع سابقا يعني هدف أن لا يتجاوز عدد الفلسطينيين 20% في القدس المحتلة طبعا الحال هذا الرقم قد كسر مرات عدة اليوم عدده أو نسبة الفلسطينيين في القدس المحتلة تقترب من 40% في شطري القدس الشطر الغربي وشطر الشرقي هذا الرقم مخفضة للاحتلال لذلك يحاول أن يستعيد عنه بفكرة التضييق على الفلسطينيين إن من حيث هدم المنازل أو عدم إعطائهم للتراخيص وغيرها في ضد الطوفان خيروا على رغم أن دولة تخوض حرب والآن تخوض حربا أخرى تخوض حربين وهناك تهديدات خارجية على الرغم من ذلك كان مسار هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة مسارا مستمرا يعني بحسب معطيات الأمم المتحدة هدمت سلطات الأحيان 182 منذل ومنشأة في القدس المحتلة يعني تضرر أو أدت إلى تهجير نحو 518 فلسطينيا بعض المصادر الفلسطينية تتحدث عن عمليات هدم أكبر من ذلك المخصلة بأن هؤلاء هرموا من منازلهم في المدينة المحتلة واضطروا إلى العيش إما في ضواحي القدس المحتلة كفرعقب أو غيرها أو إلى منازل ذويهم أيضا في قضية الاستطان حدثنا عن الكفتين محاولة قليل عدد المستوطنين وفي المقابل محاولة رفع عدد الفلسطيني ورفع عدد المستوطنين أيضا هناك تسريع مخيف للاستطان تتحدث المصادر العبرية لأن هناك خمسين مخطط توسع استطاني في القدس المحتلة منذ بداية عام 2024 هذه المشاريع الكثيرة جدا تتحدث هذه المصادر طبعا هذه المصادر العبرية في كثير من القرارات لم تنشر تحد يعني ذريعة الحرب وبأن الحرب ماضي وغيرها نتحدث عن نحو سبعة آلاف وحدة استطانية أيضا موضوع سلب أراضي القدس المحتلة يعني هناك كان تقريبا نحو ألفين ومأتي دولم ثلبوا في فترة ماضية ومن ثم تم أيضا سلب الأرض التي مقام عليها مركز الأنر وفي القدس المحتلة وفوق ذلك هناك عشرات الدنومات أيضا التي سلبت أو التي ستولي عليها في الفترة الماضية وهذا يعطينا صورة من الاحتلال تحت ذريعة العرب وتحت ذريعة العدوان وتحت ذريعة الانشغال العالمي بما يجري في قطاع غزة بأن هذه ليست ذريعة ولكنها حقيقة الاحتلال يمضي قدوما في النهاء الملفات العالية وخاصة قضية الهدم وتحرمان المقدسيين من منازلهم وقضية البناء ليست طبعا في القدس المحتلة هناك أيضا تفاصيل كثيرة من حيث الشهداء الاعتقالات يعني القتل العمد العمليات الفردية وغيرها هذا ربما يعني قديث يطول ونستفيد من الدقائق القليلة المتبقية لحديث عن الميدانين الآخرين الضفة والداخل الفلسطيني المحتل أبتع بالداخل الفلسطيني المحتل إن كانت معي وقت أستاذ كفاح مع تسر مستقاف دكتور تفضل حول الداخل الفلسطيني المحتل ربما هنا من الأمور التي لا يتم تصديد الضوء عليها كثيرا ويعني بالحديث أيضا من بعض الأصدقاء من الداخل ويعني استطلاع الأجواء العامة نعم جميعنا نحن ملومون كلنا ملام كلنا عليه العمل أكثر وهذا خطابي الآن ليس خطابا تبريريا ولكن هو خطاب لفهم الواقع اليوم عمليا العنصر الأساسي في الرباط في المسجد الأقصى المبارك إلى جانب أهلنا في القدس المحتلة هم أهلنا المرابطين من الثمانة واربعين وهذا أمر ليس غائبا عن أحد ولكن بكل أسف نتيجة استفراد الاحتلال بهذا المكون البشري الفلسطيني ومجموعة كبيرة من الأدوات التي بدأت منذ عام 2015 بحضر الحركة الإسلامية الجناع الشمالي بقياد الشيخ رائد صلاح وإكوانه الأكارم وصولا حتى يوم من هذا تصدرت هذه الإجراءات على واقع الرباط في المسجد الأقصى المبارك طيب صف العبرية العبرية نزد حدثت قبل شهر رمضان المبارك انظروا نحن الآن في المعطيات الرسمية نتحدث بأن في العام الماضي أبعد عن الأقصى تقريبا 400 فلسطيني شوف الرقم حدث المصادر العبرية بأن قبل شهر رمضان استلم نحو 5000 فلسطيني من الداخل الفلسطيني المحتل 5000 قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك طبعا الهدف بأن تزامن شهر رمضان المبارك مع أو تزامن عيد التصحي العبري مع شهر رمضان المبارك وهذا محط التفجر واقع طبع هؤلاء منعوا من الرباط في الأقصى منعوا من الذهاب إلى المسجد الأقصى المبارك هذه قضية قضية الثلانية كان هناك محاولة عامة لخنق المجتمع الفلسطيني بشكل عام خنق تحركاته خنق ردود فعله عد المسيرات التي يشرعها ويسمح لها القانون الإسرائيلي لهذا المكون الفلسطيني الذي طبيعة الحال نتيجة يعني استنوات الله هو لا يشمل الجنسية الإسرائيلية طبعا الجنسية بين المزوجين كبطاقة أو كتعريف هوياتي وليس كتعريف ذاتي لهؤلاء تم خنقها بشكل كبير جدا لدرجة بأن هناك عشرات من الفلسطينيين تقلوا وأنا عارفوا بعضهم لأنهم نشروا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عامة جدا يعني من حيث الدعاء أو من حيث وضع آيات من القرآن الكريم أو من غير ذلك وهي أمور حمالة وأوجه يعني فقط تضامن القلب والوجدان مع إخوانهم هم لم يؤيدوا المقاومة لم يؤيدوا الفعل المقاومة ولكنهم قيدوا أو تضامنوا مع إخوانهم في قطاع غزة تعرضوا لإعتقالات وآخرها ما يعني قضية الآن يعني أرى بعض الأصدقاء ينشرون عنها أخت من الـ 48 تم اعتقالها ومظلومة يعني في تفاصيل من يتحدث عنها فهي كبيرة جدا أيضا تم حصار المرجعيات الموجودة إن كانوا في القدس أو في الـ 48 إن هناك تهديد متكرر للشيق الكريم صبري هناك محاولة لهدم منزله طبعا منزله ليس منزله يعني منزله شقصي فقط هو منزل في بناء إن شقة في بناء كاملة هذا أيضا يزيد العرب على هؤلاء أيضا هناك محاولات لتكميم يعني شيخ صلاح شيخ كمال الخطيب وغضمهم من الرموز التي تعمل في الـ 48 وهذا واقع خانق جدا طبعا في المقابل هناك من يعني يقوم بردود فعل فردية نتيجة هذا الغضب وهذا الاحتقان الكبير جدا عبر العمليات الفردية ونشاهد بشكل كبير خلال الفترة الماضية مجموعة من العمليات الفردية التي نفذت في بئر السبع وفي آخرها اليوم في أسدول وغيرها طبعا بعض هؤلاء من الداخل الفلسطيني المحتل وبعضهم من خارج الـ 48 أو ما يسمى الـ 48 يأتون من الضفة الغربية وانتهي مع الضفة الغربية الضفة الغربية كانت يعني الضفة الغربية وفي السنوات الماضية العمليات فيها لا تتوقف متاتا يعني في آخر التقارير التي صدرت عن يعني في عام 2023 تتحدث عن 12 ألف عملية شهدتها الضفة الغربية والقدس المحتلة إن كانت عمليات فردية أو إلقاء يعني أكواع متفجرة أو غير ذلك وهذا يعطينا دلالة على حجم المقراط الفلسطيني في الضفة الغربية مع المقامة ولكن أيضا لنفهم واقع الضفة الغربية الضفة الغربية نتيجة الاستيطان خلال السنوات الماضية لا تمتلك وحدة جغرافية كاملة يستطيع فيها الفلسطيني أن تنقل ما بين كل مدن ومناطق الضفة الغربية بأريحية فالاحتلال يستطيع أن يقطع أوصال الضفة الغربية وهذا هو ما يجرح حاليا لدرجة بأنه يعني نكتقل على الجزيرة يعني يمكن أن يشاهده الحضور الكريم انتقال مثلا من مدينة من منطقة إلى منطقة داخل الضفة الغربية بمسافة قليلة كانت تأخذ مثلا عشر دقائق وربع ساعة في قبل طفان الأقصى أو قبل العدوان على قطاع غزة أصبح الآن يمتد إلى نحو ساعتين نتيجة الطرق الالتفافية والحواجز التي تقومها سلطات الاحتلال وغير أيضا هناك يعني ما يسمى يعني أطلقنا عليها تعذير جميل هو العرينية ما يسمى المجموعات التي تحصرت داخل المدن الفلسطينية وهذه المجموعات استطاعت في الفترة الماضية أن تكبد الاحتلال خسائر مهمة وخسائر كبيرة جدا وأعادت نبض المقاوم داخل الضفة الغربية على غير كتيبة نابس وكتيبة طول كرم وعرين الأثود وأيضا المجموعات المقاومة في مخيم جني ولكن نتيجة بأن هذه المجموعات هي مجموعات لا أقول عنها خارج الفصائلية ولكنها يعني تمظهر جديد للفصائل الفلسطينية في هذه المخيمات ولأنها لا تمتلك الأدوات الفاعلة للمواجهة تصدق أن تدافع وهذا ما يعني قامت به بشكل يعني رائع ومذهل الفترة الماضية الاحتلال يستخدم في مقابلها أو ليعالجها القوة وشهدنا على سبيل المثال المجدرة المروعة التي قام بها الاحتلال في طول كرم التي أدت إلى ارتقاء عشرات من الفلسطينيين الآمنين بعض المعطيات عشرين بحسب الاختلاف وجزء منهم كانوا من كتيبة طول كرم فرصا يعطينا صورة بأن العمل المقاوم في الضفة الغربية عمل مؤثر عمل مهم عمل متأت يعني راكم خلال السنوات الماضية إنجازات نوعية ولكنه يصطدم أمن ثلاث أمور أو ثلاث معيقات أساسية الأمر الأول هو بكل أسف قضية يعني ربما أنا منذ عشر سنوات أو أكثر من ذلك نسمع هذا الأمر ولا يتم وهو التنسيق الأمني مع الاحتلال يسهل من هؤلاء الشبان الذين يتم القبض عليهم أو تصفياتهم بكل أسف هي نتيجة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وبين الاحتلال العقبة الثانية هي عدم قدرة هؤلاء على التحرك بأريحية خارج الاحتضان داخل مدنهم في نابلس أو في طول كرم أو غيرها وهذا ما يعيقهم عن أداء العمليات خارجها ولكن استطاعوا نعم هناك محطات مهمة يمكن أن نصل تضعوا عليها إن شاء الله في لقاءات قادمة أخيرا المعيق الثالث هو تفوق الاحتلال بالرصد من خلال طائرات المسيرة والقصف وغير ذلك وهذا أيضا أدى الأمور الكبيرة إلى أين نحن؟ يعني في دقيقة واحدة الأمور يعني ربما ليست متشعبة كما كانت عليه اليوم دخول الاحتلال في جبهة جديدة أو أكثر من جبهة اليوم في حديث أيضا عن سوريا وهو الجديد تعقد المشهد بشكل كبير جدا الإجرام المتنامي في قطاع غزة هذا أيضا له أثمان كبيرة داخل البيئة الفلسطينية وداخل المجتمع الفلسطيني وخارجه الغين ستكون في الفترة القادمة على الجبهة خارج فلسطين كجبهات مركزية يستنزف فيها الاحتلال ولكن أيضا ستكون العين على المسجد الأقصى المبارك وأنا أظن الاحتلال سيحاول ضمن هذا اليمين المتغول في بيئته الداخلية أن يمضي قدما في مشروع تأسي شيء في المسجد الأقصى المبارك الحديث عن كريس ربما يكون سابقا لأواني حاليا ولكن لا أسبعده بشكل كامل اللهم تعالى أعلم كيف تكون استجابة الفلسطينيين في الداخل في القدس وفي باقي المناطق لمثل هذه التغولات كل السنورهات مفتوحة وإذن الله سبحانه وتعالى في افتام هذه المداخلة البسيطة أن يرحم شهدائنا وإشفاء جرحانا وأن يكون النصر حليفا لأهلنا وأخواننا المجاهدين المجاهدين في كل مكان وأن يكون إن شاء الله لقاءنا القادم لقاء فرح وعز ونصر قريب عاجل وأن يجمعنا في رحابة المسجد الأقصى المبارك أعذروني على السرعة ولكن حاولت أن أطل بشكل سريع على كل الملفات شكرا شكرا برد جديد على الاستضافة الكريمة وإذنكم الله خيرا بسمكم جميعا نشكر الدكتور علي إبراهيم على مداخلته رائعة تحدثنا فيها عن محاولة هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة إلى إنهاء كل الملفات المفتوحة حاليا ومحاولة تغيير الديمغرافي والحضاري والإنساني والديني في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى المبارك كما حدثنا عن معيقات العمل في الضفة وفي الداخل الفلسطيني وعن الكثير من القطوات التي مارستها هذه الحكومة للتضييق على المصلين ووصولهم ومنع إقامة الحياة الإسلامية على أرض المسجد الأقصى شكرا دكتور وشافاكم الله وعفاكم الله تنفضكم وعيكم السلام